اهلا بيكم في قولة فقراتنا الحوارية وعندنا مرفات كتير تخص النادي الاهلي هنفتحها كلها مع ضدنا العزيز اللي بنسعد وبنتشرف دايما بوجوده معانا عندنا ماتش ان شاء الله امام يوم الخميس القادم باذن الله امام المصري عندنا طبعا بقى الاستعدادات عايزين نتكلم شوي عن الجوانب الفنية والاستعدادات لاننا كمان عندنا كاس العالم للاندية ما تنسوش كمان عندنا مشوارنا الافريقي ما تنسوش كل ده هنتكلم فيه مع كابتن محمد حشيش اللي بنسعد بوجوده دايما كل سنة وحذك طيب واهلا بيك معا مصور يا فندم هافي نيويير والله شاء الله تبقى سنة حلوة علينا جميعا يا رب علينا كلنا وخليني كده ابدأ بحضرتك بقى نخش على الصفقات على طول رأي رأيك نتكلم عن كريستو عبد الفتاح مبدئيا رأي حضرتك مش بس في الصفقتين دول رأي حضرتك ان احنا كالنادي الاهلي كان محتاج صفقات وصفقات في مراكز معينة وهل احنا في مزيد او في حاجة الى مزيد من الصفقات ولا احنا منتكلم كده ان احنا رائع جدا احنا بالمركات الشرثوي ندخل او نكتفي بكريستو عبد الفتاح والله انا شايف ان يعني لعبة النادي الاهلي اللي موجودين على اعلى مستوى ويمكن حصل من ثلاث اربع ماتشاط لما اجيه فيه خسارة لبعض النقاط الناس ابتدت تتكلموا واحنا عايزين نجيب لعيبة وعايزين كذا واللعيبة وكان فيه يجوم على اللعيبة كتير قوي اللعيبة هي هي اللي اثبتت بعد كده انها بتكسب بتكسب سكور بيراميدز بتكسب الماتش اللي بعده اللعيبة هي هي اللي موجودة هي اللي جابت لك السلاسية وبرده يعني جابت البطولات اللي قبل كده وعملة يعني نتائج كويسة جدا وبطولات على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتت بس هو كان فيه نوع من انواع عدم التوفيق في المباريات لما نتكلم بعد كده بقى من ناحية الفنية كان فيه بعض المشاكل كان فيه عدم تركيز من بعض اللعيبة كان فيه لعيبة ما بتديش اللي عندها ما بيتموتش نفسها صحيح مفيش برضو حماس اتكلمنا في الموضوع ده كتير والحمد لله سيفنا المرحلة دي وبدأنا من مباراة بيراميدز كانت مصلحة للجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي صح جمهور الهاي اللي بصراحة اللي هو يعني ما بطلش يشجع ويدعم النادي الاهلي ويدعم اللعيبة برغم ان كان فيه انتقادات من الميديا كتير للعيبة وكده والمدرب ما هو المدرب احنا عندنا برضو مطش يكسب يبقى عنده كويس وهي المطش يبقى فيه او مطشين يبتدي لأ ده هو مفيش حاجة وده مطبع لازم يتغير فينا مليون في المية يعني ما ينفعش ان احنا لان الكرة فيها فوق وتحت فيها مكسب فيها خسارة فيها بالقطعة كمان صحيح نعم ما بنقبلش طبعا الخسارة ولا التعادل وبنبص على المكسب على طول بس دايما يبقى التقييم موضوعي للفرقة ما يبقاش دبحة او ما يبقاش ان فجأة اللعيب مش كويس ازاي اللعيب مش كويس ما هو من البداية لو مش كويس مش هيبقى في النادي الاهلي 4-5 سنين طبعا فلعيبة كويسة دخلين على مرحلة صعبة جدا جدا الحمد لله ان انا حاسن الفرق فائت الفترة دي لان مهم او المطشات اللي جاية سواء الدوري او مطش الكاس او بعد كده طبعا دخلين على كاس عالم للاندية انت مش رايح تهزر في كاس عالم للاندية انت وصلت نفسك لمستوى معين برونزية عايز على الاقل المستوى ده الا ازاي كان اكتر من كده والطموح يبقى اعلى من كده انك تلعب نهائي انت هتلعب مع طبعا مدارس مختلفة وفرق قوية وفرق فيها لعيبة على مستوى عالي فانت لازم تبقى مستعد كويس ان المطشاتك الاخرانية الحمد لله في لعب صحيح اللعبة مش احسن حاجة المستوى مش احسن حاجة كفنيات انما على الاقل النتيجة لان المكسب بيجيب مكسب صح وبيدي ثقة للعيبة بس هل الصحوة اللي هتكلمت عنها من شوية وفكرة ان اللعيبة رجعت تاني تفوق نفسها مرة تانية وردخت تماما لمطالب الجماهير المشروعة في انهم عايزين يشوفوا حد ادنى مرتفع من جودة اللعبة صحيح هل ده كافي لطمقانة حضرتك شخصيا على مشاركة النادي الاهلي بالنسخة دي من المونديار منديار كاس العالم للاندية ولا احنا يتزامنا شوية مقادير اضافية عشان نبقى ضمنين طبختنا اللي حنشالك لا شك طبعا ان لازم يبقى فيه مقادير اضافية تتمثل في ايه ان انا برضو عندي الفترة اللي فاتت الراجل المدير الفني كان بغار فرع على طول يعني كل مباراة تلاقي مثلا الخطوط متغيرة سواء غزب عنه فيه اصابات او هو عايز يجرب الناس كلها مباراة مطلحقة ضغط مباراة فمش هيعمل زي الفترة بتاع مسلماني اللي هو معتمد على 14-15 لعيب بس فلما تصاب منه حد فيهم الفرقة وكان الدروب من اول هنا فعلا المسلماني كان اكثر من رائع لما كانت الفرقة كلها يعني ما فيش اصابات وكان فيه تركيز وكان فيه الاعتماد على 15 لعب كانوا مقادين اكثر من رائع بس فعلا الازمة حصلت بعد الاصابات لان فيه لعيبة من كتر الاحدى صدت بمعنى كده بالبلد يعني بالكوكورة واللعيبة استهلكت بشكل كبير برد واللعيبة استهلكت وفيه اصابات واللعيبة فقدت السقة يعني لو هنشوف مثلا لعيب زي حسام حسن جاي هدف دوري قعد كتير جدا فترة مسلماني ما بلعبش ما بلعبش فقد السقة هو فيه لعيبة فقدت الثقة زي ما حديك بتقول ولعيبة الثقة زادت عندها طبعا ان انا ما عنديش بديل ان انا المعتمدين علي ان انا مركزي مش مهدد ودي مشكلة طبعا لان اللي بيجيب المستوى هو المنافسة لما انا حس ان فيه واحد في ظهري انا لو بس ريحت شوية او مستوى قل شوية فيه واحد هيركب المكان وحيبتدي يلعب دي بتدي نوع من المنافسة المشروعة اللي خلي المستوى يزيد وكلمة حق برضو لازم تتقال في نفس الاطار ده الجماهير قوة ضاربة طبعا يعني لما اي لاعب مسعلا ينزل شوية ولو شوية صغيرين عن مستوى المعروف صحيح معهود منه صحيح ويبقى فيه رد فعل من الجماهير يعني عشان يعني استشهد كده بلقطة كتير جدا مننا اكيد وقف عند اللقطة دي افشى بعد ما سجل الهدف اخر اخر هدف سجله وقال عشانت وحتى على جماغه مفوق وطلع يجري بيها على الجماهير في اشارة واضحة ان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على راسي من فوق وده لانه احساسه برضو من جوة ان الجمهور زعلان مني وانا مؤثر في بعض الاحيان لان انا كجمهور لما حط كريم في مستوى معين ما حبش اشوف اقل من كده صح صح ومرة واثنين وثلاثة يعني ممكن يحصل لدروب بماتشة او اثنين بس فوق تاني بعدها انما قاعد فترة كبيرة انا لا وجاء وقت من الاوقات كان جمهور النادي الاهلي بيدور على الافشى في الملعب يعني اول ما التشكيل ينزل الافشى موجود ولا لا صح ودي ثقة كبيرة جدا جدا بعد طبعا ماتش القضية ومن قبليه هو كان طبعا يعني فارق فعشان كده رد فعله بيقول لهم ان انا لا انا رجعت وما تزعلوش مني وانا هستمر هو على الفكرة افشى زكي طبعا يعني افشى عنده القدر ان هو يكسب المدير الفني وشوفنا ده ما علاقته مع المسلماني وعنده القدر ان هو يستعيد تاني ثقة وحب الجماهير بجد وفي حاجة تانية برضو اضافية انه ابتدى يحس ان لا انا يعني بقى لي فترة مش كويس وبعيد شوية وانزل اخد فرصة وبرضو مش قوي وحس ان فيه ناس بتبتدي تبقى موجودة سافي وموجود ما كانش موجود قبل كده في مكان قبل كده زي بقولك فترة مسماني احنا بنلصم اللعبة عشان تنزل تلعب مفيش حد تاني كان يعقوب لو كانت الصفقة كملت برضو ودي مشكلة كبيرة لان نفس الظروف انا اعتقدها تبقى السنة دي من حيث ضغط المباريات بس هو اين اللي عموما بيخلي لاعب مستوى العادي بتاعه مستوى عالي جدا طبيعي ان فيه فترات ببقى كرف بينزل فيها نزمة مليون في المئة لكن لما كرف يطول ده بيكون نتيجة ايه اه هو مش اه اولا طبعا ممكن انا مش بكلم عن الافشل انا طبعا عموما لا عموما ممكن يكون هو مجهد شوية فمأثر عليه عايز يعمل حاجة بس مش قادر ممكن يكون فيه عدم تركيز مشتت في حاجة برا ميخليه برضو ان هو مش ما عندوش الحماس والقوة او عندو احساس انه برضو حتى مهما كان وحش ايلعب ازي بقولك هي المنافسة اللي بتحرق يعني المنافسة هي اللي بتحرق اللعيب بتخليه هو اللي يرجع تاني ويدوس لان انا عايز اقولك حاجة يعني المدرب بيقاهل كويس نفسيا بدنيا بحط التكتيك المناسب انما مين اللي بنافس الكلام ده انا ممكن 11 لعيب دولة ما عملوش حاجة انا مقدرش كمدير فني حتى لو حاولت عالج في اثناء المتش ما بلحقش انما القصة كلها هي العناصر التدريبية يعني انت لو جبت احسن مدرب في العالم في التاريخ ومعها عناصر مش كويسة عمره ما هيعمل حاجة يعني مش ساحر هو طبع فده اللي كان مزعل جمهور النادي الاهلي ان عنده احساس او متأكد ان اللعيبة دي اصحاب البطولات واصحاب الانجازات والارقام القياسية سواء الفردية او كاتيم كامل وحاسين ان هم لا اتعادل مع هنا وتعادل مع هنا وبعدين المشكلة الاكتر كمان لو انت في المباراة لو هندخل فنان شوية لو انت جوه المباراة وما بتوصلش للجون هنقول يبقى فيه خلل في الطريقة خلل في اسلوب اللعب انما لما تكون بتوصل كتير وتضيع الفاعل وتيجي واحدة فيك تيك تضيع الماتش درون تضيع بنتين فده اللي بيزعل الجمهور صحيح فلما حصل تركيز شوية يمكن لما العيبة بقى ركزت وحست بالخطر ماتش بيراميدز انت بتكسب سكور في فرقة كبيرة بتنافس وربنا عوضك عن الاخفاقات اللي قبل كده ان كرة بالعرض تخبط في واحد غير اتجاه وتروح اللي انت كنت قابلها بماتشين ثلاثة قدام المرمى والكرة تيجي في العرض وتطلع فهو التوفيق طبعا بيبقى او الحظ بيجي مع الناس المجتهدة المركزة المصممة الماتشين اللي فاتوا تحس ان فيه تصميم على المكسب انا نزل اكسب انا عايز اكسب انا عايز ارض الجمهور اللي ورده انا عايز كذا انا عايز كذا لان ازا بقولك هو منعطف خطير الفترة اللي جاية كم ماتش في الدوري منهم الماتش طبعا اللي جاية ده ماتش صعب جدا المصري بتاع المصري لسه كذبان الاتحاد حسين ابراهيم بيعرفوا يحمسوا اللعيبة بتاعتهم قدام اي فرقة فما بالك بقى قدام النادي الاهل لان النادي الاهل له حساسية خاصة طبعا طبعا لان هو ده اللي بيظهر الفرق وبيظهر المدربين وبيظهر حاجات كتيرة فهم مركزين جدا في المباراة دي كذبان برضو مدياله دفع كذبان فرقة كبيرة زي الاتحاد مشى كويس السنة دي فكذبان وعمل شكل كويس بلاعب النادي الاهلي فماتش صعب جدا محتاج من اللعيبة برضو تركيز اكتر انسى الماتشين اللي فاتوا المكسب العب مباراة قوية اخلي بالي قوي من الكوار اللي هي الحاجات المرتدة لان برضو سمت يعني معظم الفرق انها برضو قدام النادي الاهلي بتبقى غير بتطلع كل اللي عندها بتقفل كويس قوي بتعتمد على الحاجات المرتدة عشان يخطف جون يبرجلك الحسابات بتاعتك ويدخلك في دوامة بقى وصربعة وعدم ثقة وكده فاحنا عايزين الفترة دي المكسب يمتد احنا بنطمع كمان غير المكسب ان المستوى الأداء يتحسن عشان ننتراح لأداء المفروض يبقى عالي هناك ما هي دي بقى النقطة خلينا الأول نتكلم في حاجة فكرة حيك تذكرت في وسط كلامك فكرة الضغط معانا أنا لا أشعر ان الضغط معانا زي الموسم اللي فات ليه لان انت عندك خمس مفروض ماتشاط للدوري تم تأجيلهم عشان كسل عالم للأندي فدي خطوة اعتقد جيدة النقطة التانية أنا برضو لما يجا تكلم عن الإخفاقات اللي عندي نقطة في غاية الهمية حضرتك ذكرتها عشان أنا جاي على التقيل يعني طبعا الدوري مفيش رفاهات إن هو يروح من هنا بإذن الله هذا الموسم لكن أنا داخل برضو على التقيل والتقيل ده أنا عايزه يعني أنا برضو عايزه صحيح فأنا عندي دلوقتي بعض الدروبات اللي ربما تحسننا في بعضها بس لست في بعض الآخر منها قائم ومنها زي بحريك قلت الفنال بتاعنا طبعا بنلعب حلو جدا من السحوز بشكل رائع تمريراتنا كويسة الميس باس قال لكن الفنال بتاعنا لأ ده راجع لإيه يعني أنا نفسي حد يشرح حالنا حتى بشكل مبسط فين الأزمة هنا الأزمة كانت موجودة هي زي ما بقولك تحسنت ببداية من دايما أنا لما بيبقى فيه نتائج مش كويسة ومفيش مكسب اللعيب نفسه بيبقى عليه ضغط إنه هو عايز يكسب بيتصرعينك فبدل ما كرة الجيلة حطها بثقة لأن هي كرة عايزة ثقة في النفس وعايزة وعايزة قرار وعايزة قرار يعني أنا وجاية لكرة أنا عارف إن أنا هجيبها جون لو قعدت أحسب بقى يا نهارا بيض لو ضعت مني الدنيا هتقوم احنا ممكن يحصل حاجة ممكن مش عارف من الثانية أصلا وهي أزا بقولك الثانية قرار هو قرار القرار لازم ألعب لها بلازم مثلا لما روح واحد على واحد لازم أرقص وروح دي الثقة إنما لما تجيلي بقى وروح لعيبها جنبي وروح لعيبها ناحية المين واخدها تاني وانت فاهم إزا إنما لازم يكون عندي الثقة إن أنا روح أجيب جون وحط رجلي ما حتيجي طب فضوء اللي فات بقى توقعات حضرتك إيه الموتش المصري أنا شايف إن اللعيبة خلال المباراة اللي فاتت يعني خلاص الثقة رجعت والمكسب رجع والأداء وكده كله طبعا يعني حاطت في دماغه لأن أنا أعتقد يعني أنا أعتقد مش عارف إن المفروض إن الراجل يبتدي يسبت شوية الفرقة ليه بقى لأن كريم ماتشات الدور إنت عندك ماتش النهاردة بعد يومين ماتش يعني أنت فاهم إزاي عايز مجموعة كبيرة من اللعيبة إنت رايح بطولة الماتش الواحد نتيجته بتفرق إذا كنت هكامل ولا هتطلع صح طبعا فإنت لازم تسبت الفرقة وخصوصا بيبقى فيه أماكن معانا لازم تبقى يعني يعني إحنا بنطالب المهاجمين آه بالأهداف والكلام ده لازم يبقى فيه سجام في الخط الأمامي ما يبقاش كل مرة أنا بلعب شادي ومع الشحات ومع سافيو الماتش اللي بعده شريف لا شادي بره لا مش عارف يعني برضو بتبقى فيه حاجات لأن فيه حاجات في الملعب وانت بتلعب بتبقى حافظ اللي جنبك طبعا وبنظرة العين وبالذات في الحتة الهجومية لأنه نص الملعب بيبقى عنده نوع من أنواع الوقت إنك تمسك الكرة وتبص وتلعب كل ما بتقرب على الثمنتاشر التصرف لازم يبقى أسرع طبعا من المهاجم لأن المانتومان بتزيد طبعا يعني يمكن تحت شوية بتبقى المانتومان بعيدة وبقى فيه دفاع منطقة فالناس بتروح على المساحات اللي هي فيها الكرة وكده في الثمنتاشر اللعيبة عاملة مارك جامد ومسكة يعني الفراودة كويس قوي فلازم يبقى فيه تصرف سريع التصرف السريع ده مش هستنى يا كريم المجيل الكور عشان أبص أشوف كريم راح هنا ولا هنا أنا عارف قريدي كريم بيلعب معي ماتشات كتيرة فعارف إنه جاب يهروع عملها له كده دي من سر سر الطبخ عند ميسي طبعا هو خلاص حافظ ومفكر فعشان كده بقولك التحرك الأمامي بالذات لازم يبقى فيه تثبيت في الفرقة شوية عشان يعني كل طبعا المستويات في كلاسة العالم الأندية مختلفة عن المستويات هنا مستويات أعلى لعيبة خبرة أكتر الضغط بيزيد لعيبة عندها فكر عالي فلازم يبقى فيه تركيز سواء من المدافعين أو المهاجمين عليهم عيب كبير قوي فأنت يعني لازم يبقى فيه تشكيل ثابت أنا رايح عارف أن أنا حابقى موجود وعارف مين اللي جانبي ومتفق معها الحاجات لأننا في الملعب برضو ممكن يبقى الأقرب واحد لك متفق معها الحاجات يعني حما كنا مثلا مساكين أنا واللي بلعب قدامي بقى فيه حاجات بص أنت لما تروح بص لما كرة تبقى كذا روح أنت وانا هغطي خد الأقرب خد كذا يعني بيبقى فيه كلام كل قبل مع بعضه بيبقى فيه انسجام فيه كلام بيتقال فلازم يعني يبقى فيه نوع من التزبيت شوية خلال الفترة اللي جاية وبعدين أنا شايف أن هو الراجل خلال بقى من أول ما جاء من أول ماتش المنستير وهو بيغير بيغير يعني شاف كم لعيب أنت دلوقتي بتكلم على 22 لعيب كلهم لعبوا باستثناء طبعا تعرف على كل قدرات تعرف على كلهم وحتى غير أماكن بعض فأنت دلوقتي يعني الفترة عايزة تزبيت شوية تزبيت شوية بتشوف حتى الفرق في أوروبا ودوري الإنجليزي ما بتلاقيش كل ماتش حد تاني تلاقي فرقة سابتة بتلعب مع بعضها بيبقى التغيير في حدود يعني حاجة بسيطة واحد أو اثنين نتيجة الإصابة أو نتيجة الإقاف إنما غير كده الفرقة سابتة فنتمنى الحتة دي لأن الحتة دي ممكن تزود قوي طبعا الفريق وإذا أقولك تديله الإنسجام ويقدر يعمل مباراة كويسة بداية من طبعا ماتش المصري المكسب كويس قوي مع الأداء زي بقولك أنت مطالب بالأداء لأن أنت رايح هناك مش رايح بس تخطف جن لا ما فيش كلام ده هناك أنت رايح برضو لأن أنت خرجت من المحلية رايح العالمية فأنت برضو المسؤولية عليك بتزيد أنك تعايز يعني تبين الصورة الجميلة بتاع الكرة المصرية ومتمثلة طبعا في نادي القرن نادي الأهل كرام جميل طيب إحنا لسا عندنا يعني كذا ملف عايزة أتكلم لحضرتك فيه بس أنا عايزة أتكلم برضو في فكرة هنا يعني مشاركة الأهل في أكثر من بطولة في نفس التوقيت إلى حد ما حتى لو كان منظم الموضوع ده مش جديد على النادي الأهلي ولكن برضو بيشكل على الجماهير رقم واحد وعلى الإدارة الفنية وعلى الإدارة عندنا وعلى اللعيبة نوع من مش الضغط بس التخوف إن أنا لو أخفقت في حاجة ربما ده يؤثر على الأداء حتى معنويا حاجات زي كده أيام حضرتك بقى كبتنحشيش زمان وده اللي إحنا عايزين ناخد منه الخبرة إزاي كنتوا بتقدروا تتحكموا في ده إزاي كنتوا بتفصلوا بشكل كبير إزاي كانت كلام الحديث اللي بيبقى داير بينكم بين الإدارة وبين المدير الفني إيه اللي كان بيتقلقوا بص إحنا وقتنا طبعا ما كانش فيه الحقيقة طبعا كم البطولات اللي الأهل بيشترك فيها يعني هي كانت بطولة دوري وكاس وكانت بطولة إفريقية سواء أبطال دوري أو أبطال كاس دي المسمى وقات بتصادف بيبقى فيه تزام بيبقى فيه تزام بس كانت الحقيقة الناحية برضو منظمة شوية يعني إحنا كم متعارف إن الدوري كانش فيه ماتشات كاس في النص هي الدوري بيخلص بيبدأ كاس يعني كان لأن العملية كانت مرحراحة شوية طبعا كل بطولة بتسلم وبعدين يا كريم إحنا كنا الدوري 12 فريق طبعا يعني عدية أنت بتلعب 22 مباراة في الموسيقى صح بتلعب آه كل أسبوع وكده فأنت واخد رحتك خلال الأسبوع كامل وفي نفس الوقت بتخلص بطولة بتبدأ بطولة ما جات بطولة إفريقيا هو ده اللي حصل تداخل شوية ما بين الدوري ومباراة إفريقيا بس كان المجموعة الحياة اللي أنا تشرفت يعني وكنت معاها طبعا نجوم كبار كل واحد نجم يعني أنا عايز أقولك الاحتياطي النادي الأهلي كان منتخب مصر وقتها مش الأساسيين وكانت طبعا حاجة صعبة بالنسبة لأي مدير فني ييجي يعني كان دايما المقولة تتقالي يقولك المدرب هل ده يعرف يتعامل مع نجوم النادي الأهلي نجوم النادي الأهلي يعني زي ما أقولك الاحتياطي منتخب مصر فكان عندهم من الحياة من الوعي إن هما ومن اللمة ما كانش فيه تشتيت يعني إحنا أغلب الوقت كنا مع بعض في النادي الأهلي ما عندناش حاجة خارجية ما كانش فيه يعني حاجات تانية تقدر تعملها زي دلوقتي أنا بقول إن دلوقتي اللعيبة يعني نادر لما قولك إحنا إيه ده مش عارف فلاني الفلاني قبل ما سمتش حاجة عمل عزومة ولم اللعيبة دي كانت الستايل بتاعنا على طول نحن مع بعض على طول فدي كانت مدية ألفة مدية كلام كان فيه نجوم كبار كمان في الفرقة أجيال مختلفة ثلاث أجيال الجماعة الكبار نجوم الكبار الكباتين الكبيرة بيتكلموا كتير جدا مع طبعا بقية اللعيبة غزبا عنك لازم تسمع لأنك تتكلم معي كابتن خطيب ماسه أني يجي تتكلم معنا كلها بعد عامل كابتن مصطفى عبدو وكابتن سابت البطل يعني عارف أسماء كبيرة جدا جدا نجوم وخبرات في الفرقة في كل خط أكتر من واحد فأنت محمي بناس كتيرة مش كله زي بعضه لا مش كله زي بعضه لا فيه طبعا كله زي بعضه كلعب إنما مش كله زي بعضه ككلام وكخبرات وبتسمع وبتعمل وبيشوفه أول بول لو فيه حد يعني رح شمال شوية ولا مش مركز شوية ما قدرش غزبا عنه تاني يوم إنت إيه مالك الفترة دي لازم تبقى كذا يعني تفهم زي أو الوضع كان مختلف دلوقتي يعني إحنا كمان وقتها كنا من من ولاد النادي كلنا طلعين من الأجبال صداخة وعمر طويل بنتمرن في نفس المكان بتاع اللعبة الكبيرة فأوريدي عارفينهم بنتعلم معاهم بيجوا طبطبوا علينا يعني عارف أسرة واحدة ومكان واحد وبيت واحد ابن النادي فكل الكلام ده لازم يخلي الفرقة كده تيجي في الجنينة بتاع النادي الأهل في الجزيرة بتقعد من الساعة عشر الصبح بتمشي الساعة ستة سبعة بتروح خلاص نايم الفترة ده أنت بتقعد مع اللعبة ومع الفرقة بتاعتك أكتر فكل الكلام ده بينعكس على الملعب يا كريم كل الكلام ده بينعكس في الكلام والربطة والتصميم وبتاع مؤذرة جمهورية مش هقولك يعني جمهور اللي لومين دولت مثلا إحنا بنقول إيه ده فيه خمس تلاف جيه يعني ما شاء الله عاملين كذا لا إحنا سبعين وتمانين ألف انتوا بتهرجوا التدريب تدريب صباحي ومسائي خمس تلاف واحد جايين معرفشوا بشتغلوا إيه بس هم ما جايين انتراجوا صبح يعني كل الكلام ده طبعا هناك فرق عصر ووقت غير الوقت فعشان كده لازم يبقى فيه اللعيبة أنا بتكلم الكلام بكله عشان دلوقتي لازم يبقى اللعيبة كبيرة لها دور لأن الجهاز مهما كان بيدي تعليمات ومع اللعيبة في الفترة اللي هي بتاعت وجودهم في التدريب بس دور اللعيبة الكبيرة انها تلم تلم وتسأل على بعض وسأل على اللعيبة الصغيرة وتلم الناس مهمة جدا جدا هنعكس على الملعب وهنعكس على الأداء والهجمات اللي بتضيع والفرص اللي بتضيع لما بيجي الانتقاد مننا فينا غير ما يجي الانتقاد من بره طبعا يعني لأن فيه لعيبة أنا كريم بيقبل مني ان انا نكلمه فانا نكلمه انا بقبل من هوند انها تتكلم معا يعني الكلام ده كله لازم الرابطة الرابطة دي كلها اللي هي تعتبر معسكر وانت مش عامل معسكر ايوه صحيح مش بس المعسكر هو بالليل وان احنا نتعشها مع بعض واننام في حد تقلق المعسكر ده طول الاسبوع ده ستايل حياتنا ان احنا ملمومين يعني هيل جدا جميل تخوفاتك بقى يعني هل فيه أمور معينة حضرتك لاحظت ان هي شبه سابتة وما بتتغيرش برغم كل عمليات الإصلاح اللي احتاجنا ان احنا نخوض فيها في أوقات معينة هل تيه قافة بعينها يعني فيه مشكلة بعينها شايف ان ديه لو اتحلت هتفرق معانا كتير في كل حاجة انا شايف ان كان فيه قافة خلال الفترات القديمة وبالتحديد فترة موسيماني الحياة دي اختفت ودي برضو ظاهرة يعني كانت سلبية وبقيت إجابية انها اختفت الزعل ان انا مبلعبش ان انا برا ان انا مبخدش فرصة عشان كان الفريق يعني السابت بس كانت باينة لو تشوفوا في أوقات معينة بعض اللعيبة اللي كانت بتبقى قاعدة على الدكة او جديدة على السكورشيت وهي نزلة كنا بنحس بقرف بنشوف بعض اللعيبة وهي خارجة متضايقة وقاعدة زعلانة الكلام ده طبعا بنعكس على الفرق بنعكس على اللعيبة اللي جوه يعني انا انا لما اكون بلعب اساسي والرجل اللي قاعد برا لما ايجي ينزل مكاني يبقى متضايق او ميلعبش احس ان هو متضايق انا بتضايق اكيد صحيح وبتأثر علي وبتبتدي النفوس زي ما بقوله تشيل من بعضها وتبقى مش ما فيش الرابطة الجامدة ومش عايز اقول يعني مش عايز اقول ان انا ممكن اللي برا يتمنى اللي جوه لا دي ما بتحصلش في النادي الاهلي تماما يعني انت فاهم ازاي طبعا اللي بيبقى زعلان ده هي حاجة ايجابية بالنسبة له ان هو زعلان يعني عنده دم انه ما بلعبش يعني فعايز يبقى موجود وعايز يشارك وعايز دي حاجة كويسة بس لازم تخليها جواك وتنعكس على ادائك في الملعب وعلى تمرينك ان انا ما بلعبش لانا هلعب كريم بلعب مكاني مش حسن مني انا لازم ادوس عشان هتجيلي الفرص هتجيلي الفرص لان لقدر الله فيه اقافات فيه كذا فيه كذا فهو الاحساس ده اللي كان موجود انا دلوقتي شايفه ان هو اتغير بصراحة مع الجهاز الجديد وبانت من اول يوم في ماتش المنستير هرجع له تاني لو ترجع بالذاكرة الهدف اللي جيب تاعم محمد عبد المنعم في اخر ماتش وده اول ماتش للخواجه كولر وبره مصر وفطولة صعبة طولة افريقية وبلعب مع فريق في بلد دربيات معنا واكسب في اخر دي شفت اللعيبة قامت نطط على محمد عبد المنعم وكلهم بتاع فحسينا ان فيه عهد جديد بعد اللي كان حاصل لا فيه حاجة جديدة ابتدت شايف انها بقولك الربطة واللم شوف الماتش اللي فات ماتش بيرامدس اللعيبة عاملة ازاي بتروح تجري على اللعيبة واللي احتاطي بيروح هو ده الروح اللي احنا نكمل بقى على كده يا رب نكمل على كده بدون اي سلبيات مزيد بقى كمان لان جمهور الاهلي برضو يعني جمهور عايز نتيجة وعايز اداء عايز كرة حلوة عايز جوان حلوة مش هات يعمل كده وروحاتتها النادي الاهلي عايز يرجع الجمهور عايز يرجع الحاجات الحلوة كان بتفرج عليها راح اتفرج على النادي الاهلي عشان هو ان شاء الله هيكسب بس هي مكتعنا بس عايز استمتع عايز استمتع مش عايز ان انا نكسب وعفضل لغاية اخر لحظة ها والقصة وبقى عصابي تعبانا لا انا عايز اشجع بسيحنا برضو منوك الناينتي بلاس يعني هننسى عادي يعني بتبقى حلوة برضو بس والنبي عايزينها من الاول دلوقتي عشان عصابنا تعمل كابتن حشيش نورتنا وكل ساحل طيب مرة تانية ان شاء الله اللي جايب حلو والشك يعني بيبقى حلو دايما على المطشاط اللي بتبقى قابلة للنادي الاهلي بإذن الله نبرك وبعد المباركة العادة نورتنا ونورتنا ونصطقي على خير بإذن الله شكرا جايب طيب احنا على طلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبل بسيزة علي البحيري عن ناخد الرياضي بتاني فقراتنا الحوارية خليكم معنا